تفسير قول الله تعالى فإن كنت في شك مما أزل إليك يروى أن النبي قال لا أشك ولا أرتاب وقد وجه الخطاب للرسول في ظاهره للرسول والمعني به أمته أيضا كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الخطاب في صورته للرسول لكن مراد أمته لأن أبوي الرسول مات هو صغير عليه الصلاة